موسم هجرة الدولة اليمنية الى الجنوب او هذا ما تقتضيه طبيعة المرحلة السياسية الراهنة قرار نقل البرلمان الى عدن خطوة حاسمة في مرحلة الصراع بين الشرعية والانقلاب عدن التي اصبحت عاصمة مؤقتة لليمن قبل ان تقلع الطائرات الحربية باوامر تحالف الانقلاب لقصف قصر المعاشيق مقر الرئيس الشرعي مضطره للمغادرة ثم العودة اليها بعد معركة التحرير معركة تتضح معالمها يوما بعد اخر في سبيل استعادة الدولة اليمنية المنهوبة كان نقل البنك المركز الى عدن هو اهم قرار نحو استعادة الدولة اقتصاديا ليأتي قرار نقل البرلمان كخطوة سياسية لاستعادة مؤسسات الدولة الدستورية الدولة الانتقالية من صنعاء الى عدن هذا هو عنوان اللحظة الراهنة منذ الانقلاب والاجتياح الذي انقض على العملية السياسية وتسبب في نسف المرحلة الانتقالية ابتداء من الثورة وصولا الى الحوار فيما يؤكد مراقبون ان هذا القرار يأتي ضمن خطة الاستعادة التدريجية للدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا التحول السياسي والاقتصادي نحو عدن يجعلها منطلقا جديدا للدولة الاتحادية الحديثة ويضع اليمن في عهد جديد ضمن معركة اليمن الواحد نحو استعادة الدولة الا ان الامر بحسب متابعين لا يزال يتطلب تغييرا في المزاج السياسي والشعبي الجنوب تجاه كل ما هو قادم الى عدن باعتبارها اصبحت قبلة اليمن الجديد ومركز الدولة الاتحادية الناشئة